ليلة لليلة لليلة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نحي في الوطن التجديد نحن نعلم في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستدبل بات نحي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إن كلامي صح ومفيد ليلة 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 لالا ليلة 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 لالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يبلغنا رضاه وإن كان جهد الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من نعمه وصلاة وسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبنائي طلاب الصف الثالث الاتدائي بمدارسنا مدارس بن خلدون أهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد دائما ومادة لغتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب اليوم بإذن الله تعالى سنكمل ما بدأناه في الوحدة السابعة الدرس الثاني بعنوان أمير الأطباء أبو بكر منرازي بإذن الله تعالى سنبدأ اليوم في تتمة تدريبات كتاب الطالب صفحة 128 أحباب الطلاب ولكن أولا كما اعتدنا علينا بإذن الله تعالى سنسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الإجرائية أول هو أحبابي الإجابة عن أسئلة تعليلية بذكر السبب ثانيها استخراج كلمات بها ظواهر لغوية ثالثها استخدام أسلوب الترجي والآن قبل أن نبدأ أحبابي التهيئة سؤالنا اليوم سيكون عما سبق درسه في درسنا هذا وهو أذكر أهم ابتكارات الرازي في الطب أذكر أهم ابتكارات الرازي في الطب أحسنت نعم يعود إليه الفضل في صنع المراهن بارك الله فيك وماذا ابتكار خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات بارك الله فيك أحسنتم أيها الأبطاء والآن هيا بنا إلى تتمة الفهم الاستيعاب وكما تعلمون أننا أجبنا عن أسئلة الفهم الاستيعاب واليوم نكملها في هذه الصفحة أحباب الطلاب هيا بنا أحضر كتابك وقلمك وابتح يا بطل السؤال الثاني لأننا أجبنا السؤال الأول كاملا الحصة الماضية أكمل الفراغة بذكر السبب أي أننا سنقرأ هذه الجملة ونذكر سبب ما فيها اختيار الموضع الذي لم تفسد فيه قطعة اللحم بسرعة لبناء مستشفى يعني ما السبب في أن الرازية اختار هذا المكان الذي لم تفسد فيه قطعة اللحم أولا ها لماذا ما السبب أحسنتم قلناها بارك الله فيك مبدع لطيب هوائه وخلوه من الملوثات التي تؤذي المرض عليك بكتابة هذه الإجابة أيها البطل ثانيا اختيار الخليفة الرازية للقيام على شؤون المرضى ها الخليفة اختار الرازي لماذا نعم 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 بارك الله فيك لأنه كان طبيبا عبقريا وجراحا ماهرا يسافر إليه الناس اختيار الخليفة الرازية أيضا لاختيار موقع المستشفى لماذا عهد إلى الرازي أن يختار المكان المناسب لبناء مستشفى لماذا لم يختار أحدا غيره نعم نعم موجودة وقلناها أحباب الطلاب لأنه عرف بذكائه وفطنته آخر شيء جمع الخليفة أطباء بغداد كلهم لماذا جمعهم كلهم أحباب الطلاب ليختار الأفضل من بينهم للعمل في المستشفى أحسنتم أحسنتم هيا بنا التالي في نفس الصفحة أحباب الطلاب أكمل الشكل الآدي هذا الشكل عبارة عن مقارنة سريعة بين العالم جابر بن حيان والعالم أبو بكر الرازي فيما يتشابهان وفيما يختلفان هنا التشابه يكتب هنا والاختلاف فيما يختلف جابر وفيما يختلف الرازي أولا التشابه في نهاية كل درس أشدنا بهم وقلنا وقلنا أنهما عالمان وأنه هذا العالم عفقري من عباقرة المسلمين وهذا كذلك إذن الشيء الذي تشابه في أحباب الطلاب الإسنان عالمان من عباقرة المسلمين نعم ها هو أما الشيء الذي اختلف فيه العالم الجليل جابر بن حيان هو أنه اشتهر في علم الكيمياء وهنا أنه أبو بكر الرازي اشتهر في علم الطب بارك الله فيك دون إجابتك أيها البطل والآن نأتي إلى ثانيا بعد الفهم الاستيعاب أنمي لغتي أصل الكلمة في القائمة ألف هذه القائمة بمعناها في القائمة باء لدينا القائمة ألف بها كلمات موجودة في الدرس والقائمة باء بها كلمات معاني لهذه الكلمات ولكنها دونر ترتيب وفيها كلمة زائدة حتى يختبرك أيها البطل فيما تخطئ وفيما تصيب حجة الطبي معناها مات ذكاؤه الطبيب الثقة تعيين المرض حدثة نعم نعم أيها المبدع معناها الطبيب الثقة كلمة طرأ هل هي مات ذكاؤه تعيين المرض حدثة رائع معناها حدثة أنت مبدع كلمة التشخيص كل هذه الكلمات قلناها في أثناء شرحنا أحباب الطلاب التشخيص هل هي مات أم ذكاؤه أم تعيين المرض أحسنت أيها المبدع معناها تعيين المرض بقي لنا كلمة واحدة هنا وكلمتان هنا خطنته هل هي مات أم ذكاؤه بالطبع ذكاؤه أيها البطل نعم أما هذه الكلمة أحبابي هي الكلمة التي وضعت حتى يختلف علينا الأمر ولكنكم أبطال ولكنكم مبدعون إذن ليست معنا هذه الكلمة إثنان آتي من النص بأضغاد الكلمات الآتية نآتي من النص أي من الدرس الذي درسناه ضد هذه الكلمات ضد كلمة غباء وضد كلمة الضار وضد كلمة صحيح البدني هذه الصفحة يا بطل نآتي بالأضاد كلها ضد ضد غباء رائع ممتاز نعم ذكاء الضار نعم النافع صحيح البدن ضدها أحسنت أيها البطل المريض هنا أحباب الطلاب أقرأ النص وأستخرج منه ما يأتي افتح هذه الصفحة أيها البطل كلمة مفردها المسلم إذن يريد الجمع كلمة جمعها الأطباء إذن يريد المفرد كلمة مثناها المريضان إذن يريد المفرد كلمة معناها بارع يريد المعنى كلمة ضدها النظافة يريد الضد كلمة مذكرها يريد المؤنث وإن قال مؤنثها يريد المذكر هكذا أحباب الطلاب هيا بنا إلى الأول كلمة مفردها المسلم نعم المسلمين توجد في نهاية الدرج وفي أوله لعل أطباء المسلمين أحسنتم كلمة جمعها الأطباء هي كلمة الطبيب لأنها مفردها الطبيب ولكن هذه الكلمة ليست موجودة في الدرس ولكن هي الصحيح والصواب ولا يوجد غيرها كلمة مثناها المريضان نحذف الألف والنون أحباب الطلاب لأنها علامة التسنية يبقى لنا المريض بارك الله فيه كلمة معناها بارع قلناها أنه كان طبيبا وجراحا جراحا ماذا ماهرا أحسنتم أيها الأبطال إذن بارع معناها ماهر النظافة الملوث أيضا ذكرت في درسنا هذه الطريقة التي كانت معروفة مذكرها معروف إذن نكتب هنا معروفة أحسن كلمة مؤنثة عربية إذن يريد المذكر أحباب الطلاب عربي بارك الله فيكم أحباب والآن نأتي إلى خريطة الكلمة كلمة عبقري هنا هذه تسمى خريطة الكلمة أحباب الطلاب أي كلمات المرادف والمضاد والنوع والجملة وممكن يطلب منك نوع الجملة ممكن يطلب منك نسناها أو جمعها كل ما يتعلق بهذه الكلمة كلمة عبقري أخذناها فهي كلمة سهلة وبسيطة ومراضفها نعم أيها البطل العبقري هو الذكي أو البار أو الماهر أو المتميز المبدع أو الحاذق أو أو ماذا أحباب الطلاب النابغة إذن عبقري معناها نابغة وضدها لها أبضاء كثيرة وممكن نقول جاهل وماذا أيضا نعم أيها البطل نقول أحمد نعم وماذا أيضا غافل أحسن أيها البطل هذه الكلمة إذا أردنا أن نأتي بنوعها أحباب الطلاب ونحدده علينا أن نذهب إلى العلامات الموجودة في الكلمة بها تنوين وهذا التنوين علامة ماذا هل هو علامة الفعل أم علامة الإسم أم علامة المفرد الحرف نعم أحباب الطلاب هو علامة الإسم إذن نوع هذه الكلمة إسم بارك الله فيكم الكلمة في جملة ناذا نقول ها أحسنت أحسن عندما نأتي بجملة في هذه الكلمة عليك أن لا تصعب على مفسك وعليك أن تأتي بجملة سهلة وبسيطة ولكن لا بد أن تكون مقتملة المعنى الرازي عبقري عصره هكذا عبقري عصره ونضع في نهاية الجملة نقطة أيها البطل والآن نأتي إلى التراتي كيفو اللغوية هذه الصفحة أيها البطل أولاً أستخرج من النص أربع كلمات مختومة بتاء مفتوحة هذه الأشياء أحباب الطلاب ثمانية نقاط كل نقطة مطلوب فيها أربع كلمات هنا وهنا 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 في ثمانية أسئلة إذن المجموع كامل يقول إثنان وثلاثون أحباب الطلاب هذه المهارة مطلوبة لك أيها البطل ولكن جئتك اليوم بها في الإصارة والمتعة والتشويق والتعلم باللعب مع الورد وول استخرج من النص كل هذا السؤال الموجود في هذه الصفحة أحباب الطلاب عليك أن تجيبه في الورد وول هكذا نذهب إليه استعد ابن الحبيب وتلميذ النجيب بقلمك وكتابك في هذه الصفحة علينا ماذا؟ نأتي بهذا أم نأتي بهنا؟ نعم نأتي بهذه من باب التغيير والتنويع أحباب الطلاب هيا بنا عندما يقف هذا المؤشر ستلف هذه الدائرة وتقف على السهم إذن ستجيب وتأتي إلى بإجابتك إلى كتابك وتدونها من خلال استخراجك لما طلب منك في هذا الشيء أربع كلمات تحوي أحسن ثم نحذفها ونأتي بالتالي أربع كلمات مختومة بتاء مفتوحة عليك أن تستخرجها أربع كلمات مختومة بياء أحسنت استخرج أيها البطل ودونها في كتابك أربع كلمات تحوي الشمسية أربع كلمات تحوي مدّا بالياء عليك تدوين هذه الإجابة في كتابك أيها البطل أحذفها بقي لنا سلاسة أربع كلمات تحوي تنوين فتح أربع كلمات مختومة بألف على صورة الياء بقي لنا هذا أيها المبدع دعم أربع كلمات هذا الأخير أحباب الطلاب أربع كلمات ماذا؟ بالطبع بالطبع هي الوحيدة المتبقية والمصروف هي أحباب الطلاب أربع كلمات تحوي مدّا بالواو أحسنتم أيها الأبطال عليك أن تجيب عن هذه الأسئلة جميعا والآن أحباب الطلاب بعد أن انتهينا من درسنا اليوم في الختام أستغفر الله وأتوب إليه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان معكم أستاذ إعماد محمود يوصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر